اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا فمن تعلق بغصن من أغصانها جره إلى الجنة والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا فمن تعلق بغصن من أغصانها جره والعياذ بالله إلى النار فمن رزقه الله عز وجل من عرض الدنيا شيئا فلا يبخل فيه بالإنفاق فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والشاعر يقول إذا المال لم ينفع صديقا ولم يصب قريبا ولم يجبر به حالة معدمي فعقباه أن تحتازه كف وارث والباخل الموروث عقب التندمي ما زال حديثنا أيها الأحبة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد البديوي المري عن موضوع عروض التجارة أو زكاة عروض التجارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أبو ناصر وحيطة المشاهدين الكرام موضوع التجارة موضوع واسع وكبير تحاول قدر المكان أن تجيب الأمثلة التي هي منتشرة أو التجارات التي هي فعلا فيها مكررة أو ممكن تكون منتشرة بشكل أكبر أوسع فأنت ذكرت بعض الأمثلة وبعض الأمور في الحلقة الماضية ونكملها ونستكمل إن شاء الله حديثك اليوم فلو تلخص لنا ماذا ذكرنا في حلقة الأمس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد التفصيل في عروض التجارة في الحقيقة تحتاج إلى تاجر عنده يعني خبرة وعنده معرفة بتفاصيلها في الحقيقة نحن نذكر ما يذكره الفقهاء وقد يغيب عنها أشياء بالنسبة لعروض التجارة ذكرنا في الحلقة الماضية وجوبها أنها واجبة في قول أكثر أهل العلم طبعا فيها هي ليس فيها نص قرآني واضح بأنها واجبة إلا يعني أن العلماء يخرجون على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم فيدخلون في طيبات ما كسب الناس والمؤمنون التجارة وفيها أثر يعني فيها أثر عن بعض التابعين أن المقصود هنا التجارة وأما الأحاديث فهناك حديثان مشهوران حديث بيداود وهو الذي اختاره أبو داود ولا يوجد فيه الكتب الستة إلا هذا الحديث الذي ينص على زكاة عروض التجارة وهو حديث سمرة بن جندب عرضناها ذلك اليوم أظن بالأمس عرضناها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للتجارة هذا الحديث طبعا هذا الحديث سكت عليه أبو داود وأهل العلم يأخذون به وإن كان بعض رواهات غير معروفين ولذلك ابن حزم الظاهري ورحمة الله عليه كثير المخالفة للعلماء خصوصا الأربع هو مخالف لهم في مسألة عروض التجارة طبعا هو متأخر هو توب في سنة 458 أو 56 في هذه الحدود يعني في القرن الخامس الأجري ولا إما سابقون له بكثير آخرهم الإمام أحمد توب في سنة 241 وقبل الأولهم اللي هو أبو حنيفة 150 توفي ثم مالك 179 ثم الشافعي 204 فهم متقدمين في القرون الأولى المفضلة ولذلك أتبعهم كثيرون ابن حزم الظاهري ضعف هذا حديث لأبي داود وهناك حديث آخر في الدار القطني وهو في مسند أحمد أيضا لكن الذي في مسند أحمد بيّن علة الحديث والحديث فيه علة وهو أن في لبلي صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته البز؟ البز يعني الثياب التي تباع وهذه للتجارة صحيح لم يختاره أبو داود أبو داود اختار الحديث ذاك وأبو داود من العلماء وهذا يجعلني دائما أقول بأن الذي في الكتب الستة وخصوصا طبعا ما في الصحيحين هذا متفقون عليه الأشكال لكن ما في السنن دائما أهل السنن يختارون أصح الأحاديث فهنا عندنا حديثان حديث وفي البز صدقتها ليس في السنن وإنما عند الدار القطني في سنن الدار القطني وفي مسند أحمد وحديث سمرت بن جندب الذي قال فيه مما نعد للتجارة أهل السنن أبو داود نحن دخلنا في الحديث الله يعينكم علينا تفاصيل صعبة لكن هذه ربما يكون فيه فائدة لبعض الطلاب العلم الذي في أبي داود مما نعد للصدقة اختاره أبو داود وكان أبو داود يقول أنني أختار أصح الأحاديث وما لم أجد فيه ما سكت عنه فهو صالح وأنه قال في رسالته لأهل مكة ربما يرى الناظر أن هناك حديث أصح مما اخترته فليعلم أن فيه إلا يعني أنه ما اختار هذا إلا عمدا وأنه استقرأ لحديث الموجودة وهو من الحفاظ الكبار فحديث الدارة القطني هو ظاهر الإسناد أنه صحيح وأنه جيد ولذلك قال الحفاظ بن حجر بأنه إسناد من حسن أو إسناد جيد لكن في الحقيقة فيه علة خفية وعلته هذه أدركها أبو داود وهي أن ابن جورج لم يسمع من رجل اسمه عمران بن أبي أنس بينما سمعه من شخص يقال له موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدا أضعف من السند الذي فيه أبي داود ولذلك بقي السند الذي فيه أبي داود أصح ما فيه معلش طريقة خليتنا نشك إنه ممكن ما فيها زكاة ولذلك بن حزمنا الظاهر يشلنا حملة لكن أنا سأتيك بالأحاديث ولذلك جبنا أثر هنا الحديث هناك أيضا تريد نشوف الأثر حتى نواكب المسألة خلح نشوف الأثر الأمر تكون واضحة يعني حديث صحيح متفق عليه أو يمكن الاحتجاج به بدون معارضة هذا لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك أثار عن الصحابة والصحابة إذا عملوا شيئا وعمل به الخلفاء وعمل به الأئمة بعدهم فهذا ربما لا يحتاج إلى حديث يعني كما أننا عندنا أشياء ورثناها يعني جيلا بعد جيل لا تحتاج إلى حديث جميل الحديث طبعا في بعض الكلمات شوي صعبة أنت حاول في نفس الوقت تشرحها لي إن شاء الله أفش عن أبي عمر بن حماس أولا خلينا نتكلم عن عمر بن حماس أو نخلي بعدين زي خلاص استمروا بعدين أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها آدمة يعني جلود جلود نعم جمع آديم آديم آدمة نعم فقال عمر ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرض آهبة في القرض يعني جلود آدمة وآهبة نفس الشيء جلود في القرض يعني القرض هو نبات يدبغ به الجلود نوع من مثل الدواء يدبغ به الجلود حتى يصلح يقول هناك جلود جعلتها في القرض يعني في الإصلاح أصلحها نعم بعد ما تنتهي سأتي بها وأبيعها أيضا فقال ذاك مال قضع فضع فضع يعني ضعه أمامي خلال نشوه آه فهذاك مال فضع يعني ضعه أمام الزين أنا بعد حسبه لي المهم هنا يقول فذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة هذه جلود للبيع وعمر الخطاب أخذ منها الزكاة فهي ما يقوله العلماء بأنه عروض الجلود عروض ليست ذهابا ولا فضة ولا ماشية ولا زروع إذن هي شيء أنه عد للتجارة فأخذ منه عمر وهذا الحديث احتج به أحمد بن حنبل فلما سئل عن عروض التجارة قال نعم على حديث أبي عمر بن حماس عن أبيه وأبو عمر بن حماس طبعا قل لي مثلا الظاهري بن حزم الظاهري ماذا صنع مع هذا الأثر يعني بن حزم الظاهري شن حملة على كل الأثر يعني هنا مثلا هذا الأثر ماذا قال فيه قال أبو عمر بن حماس ما نعرفه ولا نعرفه أباه يعني كأنهم جاهل لكن الدار القطني يقول هم معروفون ولبن أحمد احتج به قال على حديث أبي عمر بن حماس وقد أورد ترجمته ابن سعد صاحب الطبقات أبو عمر هذا ابن حماس طبعا وقع خطأ في مسائل أحمد ابن خيماش وهو ابن حماس هكذا ربما يبحث باحث عن أين احتج به أحمد خيماش حتى أدله عليه يبحث في خيماش نعم الشاهد أن ابن حزم الظاهري جهلها ولا هو رد هذا الحديث لأن هذا الحديث صريح أو هذا الأثر صريح في أن عروض التجارة فيها الزكاة فهو رده لكن الإمام الحمد وثقه أو احتج به وابن سعد أورد أبو عمر بن حماس هذا وترجم له وبيّن أنه رجل متأله عابد من عبادته أنه دعا على نفسه بالعمى لأنه كان ينظر إلى النساء لا يمنع نفسه من نظر إلى النساء فدعا على نفسه بالعمى فعميا ثم لما طال به العمى وهو عابد يصلي في المسجد يعني طول دهري فلما أضره العمى ومل منه دع الله أن يبصر فبعد فترة وجيزة فإذا هو يرى المصباح فقال لخادمه هذا ما هو الذي أرى قال هذا مصباح قال وذاك قال مصباح ثم صار يحمد الله ويعني يسجد شكرا لله يعني هذا يدل على أن هذا الرجل يعني رجل من أهل الصلاح وهو يروي عن والده عن أبيه الذي هو عايش القضية وأبوه قيل أنه صحابي يعني أورده أهل تراجم الصحابة صاحب الاستيعاب والإصابة أورده في الصحابة طيب الأثار الأخرى هناك أثار أخرى هذا شون يعتبر حديث وهو ما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أثر عن عمر عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد يعضوا عليها بالنواجد طيب عمر ثبت عنه ولذلك قال ابن عبد البر ثبت عن عمر وقاله غير واحد أنه ثبت عن عمر أنه آخذ الزكاة في عروض التجارة الأثر الآخر وهو أصح من هذا عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ قال كنت على بيت المال المسلمين وكنت على بيت مال المسلمين وكان عمر يجمع عند العطاء عند العطاء يجمع أموال التجار ثم يأخذ منها زكاة يأخذ الشاهد الزكاة الشاهد والغائب من الشاهد يعني من المال الموجود من العين الموجود ابن حزم ماذا صنع بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث يقول أموال التجار ما ذكر التجارة؟ أموال التجار التجارة أكيد عندهم نقد ليس هذا الأثر نصا لكن في هذا الأثر أخرجه أبو عبيد في الأموال وأخرجه ابن أبي شيبة لكن لفظ ابن أبي شيبة أصرح مما رده ابن حزم اليوم حديث أقول لك لفظ ابن أبي شيبة ماذا قال أموال التجارة فنص على التجارة وأيضا لما جاءنا حديث ابن عمر ابن عمر أصرح من هذا اللي هو أثر ابن عمر قال لا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة في أصرح من كذا وهذا صحيح مثل الشمس في رابعة النار يرميه نافع عن ابن عمر ماذا قال ابن حزم قال لا قولة لأحدين دون رسول الله يعني لما جاء هنا ووقفت حيلته قال لا قولة لأحدين دون رسول الله طيب قلها في عمر أيضا في الأحاديث السابقة رحمة الله عليها لكل أحلى إذن زكاة عروض التجارة هذا واجبة وعليها اتفاق الأئمة الأربعة بل حكي الإجماع وحكي أن مخالفة ابن حزم وأمثاله أنها لا تخرق الإجماع لأن الإجماع متقدم عليهم في البداية نشك بعد ما تكلمت عن الحديثة الحين إن شاء الله راح نشك المهم شيء في الإجماع أن عروض التجارة عليه الزكاة عليه إجماع تقريبا عروض التجارة ذكرنا أنها واجبة وذكرنا أنها ولذلك لها قيود بسبب هذه القيود ربما يظن الضان أنها ليس فيها زكاة القيود ما هي أن يتملك بفعله وأن يكون بعوضها ذكرناه وأن تقارن تملكه نية التجارة أن يكون ناويا للتجارة وأيضا مما ذكرناه أن النصاب عروض التجارة هو نصاب أصله الذي اشتري به إن كان نقداً فالنصاب يحسب من نصاب النقد أو مالاً زكاوياً وإن كان أصله ليس مالاً زكاوياً فيعطى له حول جديد أو نصاب جديد نصابه أيضاً يضم مع الأموال الأخرى قال ومن بفعله عروضاً قد ملك بقصد للتجار فيها فليزك وفي الأبيات الأخرى قال في مئتي ديرها منه وعشرين ديناراً يدفع واحد أربعين وضم كل منهما للآخر ولهما قيمة عرض التاجري عروض التجارة تضم إلى النقود التي عند الإنسان يعني هذا ملخص ما ذكرناه لكن ممكن أن نذكر ما الذي يزكى من عروض التجارة لأن هناك أشياء تحسب عند زكاة عرض التجارة هناك أشياء لا تحسب مثلاً أعطيك على سبيل المثال لو كان المزكي صاحب مصنع مصنع يبيع مثلاً قوارير أو يبيع أي شيء أو يبيع خشب وجاءت في الحول أراد أن يزكي هذا عليه الحول عنده كاش من الأرباح هذا يحسبه لا شك طيب المواد التي عنده ماذا يحسب منها؟ عنده مواد خام خشب مثلاً يبيعه عنده أصباق هل يحسبها؟ المواد الخام يحسبها لا شك طيب الصبغ يحسبه؟ علب الصبغ التي عنده يحسبها ولا ما يحسبه؟ يحسبها ليس؟ لأنها ستستخدم في هذا في طلاء هذا الخشب جميل طيب الوقود الآلات نفسه الآلات الآلات هل تحسب؟ ما تحسب الآلات ما تحسب آلات الصناعة نفسها لا تحسب لكن المواد هي اللي قاعد تحسب المواد الذي ستباع هي التي تحسب الآلات اللي لم تباع صحيح طيب الوقود اللي هو البترول اللي يستخدمه الزيت اللي يستخدمه الصابون الذي يستخدمه للتنظيف هذا يستهلك الأشياء التي تستهلك لإعداد المادة ولا تكونوا في المادة في ضمن المادة هذه لا تحسب لكن الأشياء التي تستهلك في إعداد المادة وتكونوا من ضمن المادة مثل ماذا؟ السكر مثلا السكر يصنع به الكيك ويصنع به الأشياء والملح أيضا فهذا يستهلك لكنه يستهلك في المادة المبيعة هذا يحسب مثل ما قلت أمس له المواد البناء إذا كنت مقاول مثلا في مواد أنت تبني فيها مثلا البلاط والأمور وفي مواد لا تستخدمها مثل الصقالات يسمونها هذه مجرد وسائل الوسائل هذه لا تحسب وإنما يحسب المواد التي ستدخل في المبيع أو ستبع هكذا في المبنى نفسه لو كانوا عندنا مبنى شركة شركة لها مبنى لو تبيع أي شيء هل يحسب من زكاة هل مبنى مكان المكاتب سيارة المستخدمة لتوصيل العمال أو توصيل البضائع ما لا علاقة بالمادة التي تجاد فيها إنما تباع تلك المواد التي تسوقها الشركة أو تستثمر فيها الشركة وأما الأشياء المستخدمة كالاستخدام الشخصي يعني الآن السيارة التي للشخص هل فيها زكاة ما فيها زكاة لكن السيارة التي سيبيعها التي اشتراها لأجل التجارة صار فيها زكاة فيه موضوع مثلا إذا قلت موضوع السيارة الآن ما شاء الله فيه بعضهم مثل السيارات سيارة فورويل وسيارة شخصية وسيارة للبر مدامة الاستخدام الشخصي فهي لا زكاة فيها مثل يعني الملابس الملابس كم واحد بعضنا عنده عشرين ثوب ولا لا وأكثر وأقل ونعال كرم كالله كرم الله المشاهدين هل نقول لأنه مفاض عن حاجته يزك لا هذا الاستخدام الشخصي إلا إذا كان يريد التجارة به اشتراه لأجل التجارة به في نقطة شيخنا مثلا الرقم المميز الآن الأرقام المميزة خصوصا السيارات لها أسعار كبيرة أحسنت في هذا السؤال أنت تقتنيها على سبيل مثل الأرقام المميزة مثلها شي يسمون العلامة التجارية العلامة التجارية الإسم التجاري حقوق التأليف حق الإبداع كل هذه الأمور هل هي فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة إن كان الشخص قد اشتراها يعني مثلا العلامة التجارية هي إنما تحدث بعد أن يكون عملك جيد يصبح لك علامة تجارية فتصبح هذه العلامة مميزة هذه العلامة الآن أنت ملكتها لست حين تملكتها لم تتملكها بنية التجارة وإنما أنت اخترت اسم واخترت علامة لمحلك أو لشركتك لكن لو اشتريت علامة تجارية بقصد المتاجرة فيها وعلامة أخرى وعلامة أخرى فهنا إذا كانت تشتراها أنا لا أدري مثل الرقم المميز الذي ذكرته إذا كان الرقم المميز اشتراه لكي يضعه على سيارته فقط فهذا لا زكاة فيه لكن هناك الذين يشترون الأرقام المميزة ليس للاستعمال الشخصي وإنما للمتاجرة هذا عليهم في أرقامهم زكاة وأظن بعض الأرقام وصلت مبالغة خيالية وبالتالي عليه أن يقيم هذا الرقم وأن يخرج زكاة وإلا يبيعه يتخلص منه نعم جم هنا يعني الأسئلة اللي هو المدارس الخاصة هل تعتبر لها زكاة عروض تجارة المدارس الخاصة هي مثل مثل شركات اللوموزين ومثل شركات التأجير ومثل البيت المؤجر ومثل شركات التنظيف كل هذه التي فيها يعني غلة أو يعمل أهلها في الخدمات يعني خدمات التنظيف أي شركة خدمات تنظيف أو شركة مدارس خاصة كما ذكرت أنت هذه الأشياء لا زكاة في العمل الذي فيها وإنما الزكاة في غلتها يعني في الأرباح في الأجرة لأن الشركات الخاصة أو المدارس الخاصة قد يقول قائل يعني هذه تربع حموال طائلة المفروض عليها زكاة أكثر من بدليل أن أولادنا الواحد مننا يدفع عليهم فلوس كثيرة فالمفروض عليهم زكاة الحقيقة أن الزكاة على أربعة أصناف من المال بالنسبة للتجارة هي في أعروض التجارة يعني المعدة للبيع وليس المعدة للإيجارة فالمدارس الخاصة هي خدمية وبالتالي الزكاة فيها إنما هي على غلتها على غلتها يعني على الوارد الأرباح التي تأتي يعني في آخر السنة تكون عندهم أرباح هذه الأرباح إن كان حال عليها الحول ففيها الزكاة وإلا ينتظرون بها الحول في سؤال استفتاء يردت لو نعرضها قبل ما نأخذ الفاصل سؤال استفتاء في نفس الموضوع وهو التأجير اللي يقول لك عنده هاي طبعا السؤال احنا وضعناه في موقعنا أو حسابنا في تويتر لتفزم قطر عندها شركة شركة تأجير سيارات فهل تجب الزكاة هذه أجبنا عليها الضال عنده شركة تأجير سيارات فهل تجب الزكاة علي أي في قيمة السيارات تجب الزكاة فيها لا تجب الزكاة فيها ما شاء الله كم واحد قالوا تجب؟ تجب قالوا 66% 66% ولا تجب 34% يعني قيمة السيارة هؤلاء مع الفقراء والثانين إن شاء الله مع الحق كلهم مع الخير إن شاء الله المشكلة إذا أنا بقعد أستخدم السيارات كلها راح أزكي على السيارات لا بالنسبة لسيارات التأجير كما ذكرنا إنما الأجرة في غلتها أو في الأرباح التي فيها لأن السيارة هي وسيلة وأما في قيمة السيارة لا لأنها هي خدمية صحيح لو أنا هذه السيارات قد اشتريتها للبيع مثل أصحاب المعارض آه هذا شيء ثاني فرق بين صاحب المعرض وصاحب التأجير صاحب المعرض يشتري السيارة لبيعها هذا اشتراها بس إذا عرفها لا شيء ثاني ساعت فيه ناس يعرضون عنده سيارة عرض سيارتي هذا شيء آخر هذا ما في شيء هذا ما في شيء لأن المالك السيارة أصل آخر آه شخص آخر ومالك السيارة إن كان مثل صاحب المعرض يبيع ويشتري فعليه زكاه في السيارة وإن كان إنما يبيع سيارتها العادية وعرضها في المعرض من باب التسهيل أمرها هذا لا يشكال فيه ولا دخل لصاحب المعرض فيه لكن الفرق بين صاحب المعرض وصاحب اللوموزين صاحب المعرض يتاجر في عين السيارة في نفسها وبالتالي وجبت الزكاة في قيمتها وأما صاحب اللوموزين أو السيارات فإنه لا يتاجر في عين السيارة وإنما يقدم خدمات للناس ثم سيارات هذه بعد فترة من الزمن تكون قيمتها أقل مما اشتراها به بكثير جزاك الله خير مزيد من هذه الأمثلة طبعا أنتم قيسوا على أمثلة الشيخ وقعد يوضح لكم الحكم فيه وانتم شوفوا إن شاء الله مع هذه الأمثلة الأمور تكون تضحت أكثر إن شاء الله فاصل ونواصل أيضا مزيد من هذه الأمثلة اشتركوا في القناة وهذه الحلقة الخاصة عن زكاة عروض التجارة يقولك بالمثال يتضح المقال فإحنا قاعدنا نجيب أمثلة يعني وفيه أمثلة أيضا أحيانا ننسى مسألة نعم مهمة وبالأمثلة تتبين وهذا وبعض الأمثلة رح نشوفها الآن من خلال هذا المشهد مع أخوانا الشباب يوسف أحمد وعلي المالكي وعلي الخلف وأحمد مفتاح ومحمد حسن النشاح دعنا نسأل أبو عبد العزيز بعد أن نشوف رأي لأننا نشوفه مو بمعامنا كلش أبو عبد العزيز شكو يسو أبو عبد العزيز أبو عبد العزيز هلا هلا شباب صحي قللش ترى شكو يا جماعة مين شكو أنت اللي شفيق من أول ما ييت وانت سرحان شكو أنت بحقون علي شكو ملاكم لا شكو ملاك لا كلش مبياننا طبعا قللك الريال مقحولنا كلش لاهي عننا أحسن عشر شكو يا أبو عبد العزيز صدقت صدقت شوية معلش لاهي مع شوية حسابات وضيها حسابات حسابات وشو بعد أحسن عشر لا لا إن شاء الله ما بشر ما بشر الحمد لله بس قاعد أفكر في المعرض وحسابات المعرض ولا وزكاتها كل سنة تختلف عن السنة اللي غيرها يا أخي أنت ليش مسعب الموضوع؟ إذا حال الحول قيم البضاعة اللي عندك وطلع ثنين ونصب المية وخلص نفسك وخلاص يا ريال أنت تفكر على هالشي بسير؟ أنا أفكر فيها أشياء أن فيها علي يديون ولي يديون شيء ما لهب تالي ولا آخر حبيبي ما فيها شيء وأنت ليش بتضايق؟ وشاء يلهم الله يهداك؟ اترك هالأشياء على المحاسبين واطلع منها يا ريال إذا لو على المحاسبين كان كلوني من الزمان لو وغيت أقول لك يا أبو سلمان وش صار أنت تدفع عن زكاة اللموزين اللي عندك؟ لا الحمد لله أنا مرتاح سيارات الأجرة ما عليها زكاة أفا يعني كل هالسنين هذي ما تزكي على سياراتك؟ أنا شوف أطلع الزكاة على الفلوس اللي عندي إذا حال عليها الحول يعني السيارات هذي كلها ما عليها زكاة؟ أبداً أنا سألت سيارات الأجرة واللوموزين والتكاسي ما عليهم زكاة؟ أفا ما اللي يقول؟ أنا سألت رجال الدين لمطاوعة قالوا لي أن السيارات اللي عندي كلها عليها زكاة طبعاً الفرق واضح الآن أخونا محمد عنده معرض سيارات لكن أخونا يوسف أحمد أبو سلمان عنده لوموزين أو سيارات أجرة سيارات أجرة في فرق فالزكاة يعني هنا تأجب وهنا ذكرنا هذا ذكرنا أن صاحب المعرض وصاحب السيارات يكون يعني تجارته في عين السيارات هو يبيع سيارات ويشتري سيارات ويبيعها وقصد الربح لما صاحب اللوموزين فهو لا يشتري ولا يبيع سيارات وإنما يعني يقدم الخدمات وبالتالي لا زكاة إلا في غلتها يعني إذا حال عليها الحول اللي هي أرباحها إذا حال عليها الحول بعد ذلك يخرج زكاة أما هو يقول أن الزكاة فيها صعوبة في حسبتها يعني عليه ديون وعليه كده وحن ذكرنا أظن في حلقة ماضية أن الديون تقابل الديون يعني إذا كان دينك على أشخاص وهم مليين يعني بعض أهل المعارض يبيعون سياراتهم بديون يبيعها بالأقصاد مثلا فإذا كان دينك على شخص ملي وما فيه إشكالية أنه يعني يرد عليك قيمة السيارة ليس معسرا من بان عساره خلاص ما تزكي المال الذي عنده حتى تستلم وأما من كان بادلا غنيا فهذا تزكي الدين الذي عليه والدين الذي لك الذي عليك تخصمه من مال الزكاة إن لم يكن عندك ما يوفيه من العروض الأخرى هذا ذكرنا من خلال السفتاء هناك من يعني عندي سؤالين يعني في موضوع عروض التجارة يقول اشتريت منزل اللي هو عبر حساب تويتر اشتريت منزل ولم يتم الانتهاء من التجهيزات الخاصة به حتى يمكن الإقامة فيه ولم يقرر بعد إن كان سيكون للسكن أو للإيجار هل تجيب عليه الزكاة؟ شرائع كنت والله ضيعنا يعني هو محتار عن نية ما هو واضحة أولا قلنا في في شروط في شروط زكاة العروض أول شيء أن يتملكها بعوض هو قال اشتريت منزل هل تملكها بعوض ولا لا تملك بعوض دفع فلوس واخذ المنزل صحيح طيب وقلنا من شروط زكاة العروض التجارة أن ينوي التجارة عند شرائعه الآن هو وش يقول يقول الله يسلمك أن يمكن اللي قام فيه ولم أقرر أنه يقيم أو أو يأجر يعني ياما يقيم أو يأجر إذن هو لا ينوي البيع وإنما التأجير أو اللي قام أو زكاة عليه لا زكاة لا زكاة عليه سؤال آخر أخوين الأول لديه لكن عليه زكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول الأجرة إذا كان مأجر بعد سنة إذا بقي معهم نقد وحال عليه الحول نعم أخوين الأول لديه نقدا مليون ريال والآخر لديه عقارات بعشرة ملايين مؤجرة ويستفيد من الإجارات ويشتري بها عقارات أخرى ولا يحتفظ بالنقد هل يزكي الأول خمسة وعشرين ألف ولا يزكي الآخر لعدم وجود نقد لديه أو نقد بسيط مثلا هذا السؤال أستشف منه يعني يعني الاستغراب يعني كأنه مستغرب من الحكم الشرعي هذا عشر ملايين حقيقة أن ذاك الذي عنده عشر مليون ريال هي كاش في يده مليون كاش مليون كاش هذا نقد وهو وهو مال النامي ولم يثمره في تجارة عليه به الزكاة أما ذاك فإنه لا زكاة إلا في غلة هذه العمارات يعني يعني هو يقول عنده عشر مليون وأنه لا يحتفظ عقارات بعشر مليون وأنه دائما يشتري ف إلى متى سيشتري لا بد أن يقف عند حد وتكون الغلة هذه الواردة عليها زكاة لأنها كثيرة وأما لو لم يقف فليشتري فليشتري حتى تهجم عليه حلاقي تعرف حلاقي فبينما هم دارج ومراقي زهرتها إذا هجمت حلاقي ما الفائدة من الإنسان عنده عشر مليون يشتري بها بيوت ويؤجرها ثم بغلة هذه البيوت يشتري بيوت إلى متى ماذا سيستفيد هذا ليس أمرا طبيعيا يعني السؤال ليس سؤالا طبيعيا فأنا ما أتصور أن هناك ناس بهذه الطريقة الذي عنده عمارات لا بد أن يستغل هذه النقود لحاجته ويبقيها لشراء وبالتالي سيكون عليها نعزكها إن شاء الله جميل هنا خلنا بعض الأمثلة الآن أمثلة أخرى عبر أسئلة بدنا أن تجاوبون فيها أو تشوفون هل هو يعني إجابتكم تكون صحيحة أو لا السؤال يقول جماعة مشتركين في عروض تجارة جماعة فهل يزكون سوية أم كل يزكي حصته والشيخ جاوب على السؤال قبل هل يزكون سوية أو كل يزكي حصته ماذا من عروض تجارة عروض تجارة الخلطة في عروض تجارة لا عبرة بها نحن ذكرنا هذا فيه لكن جبناه لأن هنا عروض تجارة وبالتالي كل واحد يزكي حصته كل واحد يزكي حصته يشوف كم المال وكم عنده من حص كم له فيه ويزكي تلك الحص جميل السؤال الثاني شركة أغذية عندهم سيارات توصيل الغذاء بقيمة مليون فزكاتها إذا حال الحول خمسة وعشرين ألف أو أساسا لا زكاة لها عندهم شركة أغذية فيها سيارات توصيل السيارات سيارات اللي قيمتها أتوقع بتجاوبون أنت اللي جابة صحيحة أي واضح يلا الصح الصح طبعا لا زكاة فيها مبنى لبيع الأدوية قيمته مليون المبنى قيمته مليون والشيخ بعدها أيضا يعني أعطى مثال لها الشيء هذا فيه أدوية بقيمة خمسمائة ألف مبنى مليون وخمسمائة ألف الأدوية فعند الحول يزكي خمسمائة ألف ولا يزكي مليون ونص قيمة البناء أو الأدوية الأبنية مع الأدوية ها المبنى لا زكاة غير أنه مستخدم للشركة أو للصيدلية أيضا يزكي خمسمائة ألف فقط وهو قيمة الأدوية التي يعني يستخدمها في التجارة أو يبيعها مصنع طابوق فيه طابوق بقيمة ثلاثمائة ألف ريال وآلات لصنع الطابوق بقيمة ثلاثمائة ألف ريال إذا حال الحول فالذي يزكى ثلاثمائة ألف ولا ستمائة ألف يعني عنده مصنع فيه بجاوب أنا طابوق يا شيخ لا أقول لي سلمك دعني أنا أجاوب أنا أود في البيوت الآن أنتوا بروحكم وتجاوبون مع عيالكم مع أهلكم الآن نجاوب بالجابة الصحيحة هو يقول مصنع طابوق فيه طابوق بقيمة ثلاثمائة ألف ريال هذا الطابوق يستخدمه لنا ببيع لبيع وآلات لصنع الطابوق حتى ذكر الشيخ عن موضوع له النجارة وفي عندها آلات الآلات تزكى أم لا تزكى لا تزكى إذن ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف ريال السؤال الخامس يقول لك تاجر مقاولات وقع عقدا أو عقدا شراء حديد وأسمنت وحل وقت الزكاة قبل وصول المواد فهل تجب زكاتها وقع عقد دفع فلوس وقع عقد وخلاص صار الحديد والأسمنت ملكه لكن ما استلم ما استلم هل تجب زكاتها ولا تجب هنا صعب الإجابة صراحة لا تجب زكاتها تجب هو ما استلم بس هو اشترى اشترى وذنبه صارت في ذمته في ذمته ملك له ما باقية للتوصيل وهي من المواد الخام التي تحسبه في البناء عنده مواد يعني ما مشت مش حالها يعني يحسبها يحسبها بعد تحسبها هذه التجارة يعني مرة يربع الإنسان ومرة يخسر والزكاة حق الفقراء لا يسقطوا سواء كان رابحا أو كان خاسرا الحساب أنا أتوقع شيخنا الآن بعد الأحكام الفقية قعد تكلم فيها وفي أشياء ثانية الآن سنجدها في الحلقات المقبلة يعني غدا عندنا عن موضوع زكاة الأسهم يعني أن الواحد إذا يربح شيء مفروض يعني يعين هذا المال ويفرقى عن الأموال الأخرى حتى يرى هل عليها زكاة أو لا هل المال هذا بقي إلى نهاية الحول حتى يزكي أم لا فيبلا نوع من الترتيب والتنسيق صراحة هو في آخر السنة نعم يحسب ما عنده من المرابح الحول هو له حول في شهر معين في يوم معين هذا هو حول حولانا الحول إذا جاء في هذا الشهر ينظر ما عنده من الربح لأن هناك أرباح جاءته قبل ذلك وذهبت هذا لا يحسب ما توفر عنده في يديه من المرابح ومن المواد الخام ومن المواد التي لم يبيعها بعده وسيبيعها نعم هذا الذي يحسب هو ما تحت يديه نعم إذا كنت أنا فهمت سؤالك هذا هو يعني مسألة أنه يعني يحتاج لتركيز يعني خصوصا واحد عنده عدة تجارات وعنده عدة شركات فيحتاج فعلا محاسب خاص له الموضوع هذا أكيد أكيد هو أصلا سيشتري من هذا ويشتري من هذا ويشتري من هذا ويشتري من هذا أدوينه هذا سيدوم فيه المعدات ومشارها من فلان ومشارها من فلان وماذا موجود عنده إيش اللي راح إيش اللي مراح وإلا معناه ممتاجر موضوع عندنا ترى استفتاء للأسهم للأسهم عندنا عندنا استفتاء بعد قليل بس في دقيقتين يعني الموضوع يحتاج لنوع من تنسيق وترتيب يعني مثلا رجوع إلى حد المشايخ يعني إذا التبس على المزكي شيئا عليه السؤال لأنه قد يلتبس ضمن الأمثلة التي ربما يعني يغفل عنها كثير من المطاعم مثلا المطاعم تبيع طعاما صحيح فعند حوالا الحول يحسب هذا الطعام الذي يبيعه الآن ويحسب ما عنده من مواد طعام مثل الطحين ومثل اللحم الموجود عنده ويحسب الأرباح إذا كان عندها أرباح نقدية موجودة وإذا كان عندها أموال أخرى أيضا وهو عنده حول واحد يجعل حوله واحد فيزكي هذا كله ومشكلة بعضهم شيخ يتاجرهم لكن على البركة ما يسجل شيء اشتري هنا يعني ما في تنسيق يسجد وقال يعني إذا جاءت الزكايا بحث يشوف إيش اللي عنده حتى لو ما دونه يعني بيكون عندها مخازن قد حوت إما طعام أو حوت معدات أو كل هذا يحسب ويعرف أسعارها أصلا أسعارها موجودة عليها أكيد يعني يعرف هذا كم شراب أو عنده محاسب صغير يحسب له ويقول له هذا والله سعره أخذناه به كذا وأخذناه به كذا لكن كل واحد لا بد أن يلي ماله لا يخليه للناس ومثل ما قال صاحب المقطع يأخذونه ممكن يقول له والله هذا اشترناه بعشرين وهو بعشرة بسير عليه الزكايا أكثر واحد ما كان يحسبها الحسبة هذه والكلام قاعد تقوله ماذا يفعل الآن بعد عشر سنوات سنوات من التجارة يبدأ لأنهم سيحاسب على زكاته الزكايا ركن من أركان الإسلام ليس أمرا سهلا كون أنك عندك مال ولا تزكيه نحن ذكرنا عقوبة الذي لا يزكي ماله ذكرنا في عدد من الحديث ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له ماله شجاعا أقرأ يطوقه يأخذه بالهزمتيه أي شدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك والآخر ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاته إلا أحمي عليها في صفائحة من نال يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كلما فردت أحمي عليها حتى يقضى بنا الناس الأمر ليس سهلا وما من عبد يقف يوم القيامة إلا ويسأل عن أربع ومن ضمنها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه والمبلغ القليل يعتبر من لأنه حق للفقراء هو حق للغير ليس لك الله افترضه حق لهؤلاء الفقراء فبقاءه عندك كأنك أكلت الحرام وأكل الحرام النار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم النار أولى به من أكل الحرام فالنار أولى به الله مستعب سؤالنا اليوم غدا إن شاء الله عندنا حلقة عن الأسهم وسؤال هذا السؤال راح نضعه في حسابنا حساب تلفزون قطر في تويتر يقول السؤال استحدث في هذا العصر السوق الأوراق المالية فما حكم الأسهم التي يمتلكها الناس فيها تجب فيها الزكاة تجب في بعضها يعني إما أن تجب فيها كلها أو تجب في بعضها يعني فيه أسهم ما يدفع عليها والله هذا السؤال خلي حق بكرة يعني لا أقدر نجاوب عليه خلاص نخلي حق بكرة إن شاء الله نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابديو المري الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر على ما أفادنا في هذه الحلقة ونلتقيكم غدا وحلقة عن الأسهم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة